قام نائب رئيس هيئة الاركان العامة لشؤون المالية والادارية الوع الرطن الشرف محمد احمد وسفر الجمهورية التركية فضلي تشارمان والملحق العسكري التركي لدى اليمن غير المقيم العقيد الرطن كريم اجار لوضع اكليل من الظهور اليوم على النصب التذكري لشهداء الاطراك لمناسبة احياء الذكرى الصنوية لشهداء الاطراك التي تصادف 18 من مارس من كل عام وقد عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين الشقيقين فيما ردد عدد من الظهرات والاشبال الاطراك وقد اشار نائب رئيس الاركان الى ما يمثله هذا اليوم في تاريخ الجمهورية التركية الشقيقة وكدا على متانة وعنق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين من جانبه اكد السفير التركي على عنق العلاقات اليمنية التركية القائمة منذ قرون مشيرا الى ان هذا النصب هو رمز لهذه العلاقة الاخوية التاريخية عضر الاحتفال عدد من صفراء المعتمدين بصنعاء من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من القيادات العسكرية والمدنية وعدد من ابناء الجالية التركية في اليمن الجديد في أشياءنا